نبدأ بك سي عمار وسيم بعد جاوبني على رفع القبعة نبدأ بك سي عمار توقعت خروج النادي الافريقي من المسابقة البرح وقبل كل شي انا كنت شميه يعني الاربعاء الاسود لحمدوله مستير سلكتها مستير على الاقل يعني اعطاتني مبوفيد اكسجان قبل الكوب ديمون ده دي التوقع وذكرت القدم كل شي جاي زي دي كان مش نحكي على التجارب حتى اللي خدثمانة فصفر صفر يدي ما نتيجة بياج تخليك شي يعني مرتاح خاصة لما تكون عندك فرصة باش يعني تاخذ يعني اسبقية خارج الديار وضيحها او الظروف ما تاخذ مكشفة بطبيعة الحال نتيجة عادة ما تكون يعني كما قلت يعني فخ في مباراة العودة وخاصة لما ما تكونش جاهز كافضل ما يكون للسيناريو هذال مقابل هذي وتحضرها كافضل ما يكون من ناحية التوازن من ناحية اختيار يعني التشكيلة فبقى حسب المردود اللي قدموا هذي كانت تيس المباراة ما عدا كونه فما ربما ضرب جزاك يعني نجمي خضر النادي الافريقي نتيجة معناها فات كانت موجودة من اهمال من اللاعب متاع الفريق التنزاني الا انه الا انه على مجموع معناها المجمول معناها المردود والتنظيم والاداء بصراحة معنا كان مخيب الامال بالرغم من كونه وصل للمرمى وكانت فما قل التركيز وربما من نصف فرص ما فماش كاللاعب من نصف فرصة يخلق يعني فرصة وذلك الشي اللي خلى يعني الافريقي بمير الوقت يعني يلقى صعوبات يفقد الثقة في روحه ومنعرشني الاشياء اللي خلاته ربما معناها الخيبة متاع الكأس طولت معناها 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 اللاعبين زد على ذلك معناها عدم المشاركة والاكتفاء معناها بالتمرين برك في نفس الوقت ما يكونش فما نصف ما يكونش فما معناها حماس ما تكونش فما الرغبة اللي كانت معناها شبح بصراحة ما كانش يعني في يوم معناها باي معا كونه الفريق الخاص ما هوش يعني مستوى كبير لكن على مستوى الكونسيرباسيون كان حاضر شوية يعرفش حب يعمل دفاعيا كان خذاء أسبقية منع المواجمين بتاع النادي الافريقي وبطبيعة الحال شفنا الهدف جا نتيجة معناها عمل ثم أوفر ثم يعني أخطاع في التمركز في الدفاع في قراءة اللاعب بالأخير كلف النادي الافريقي معناها الخروج هذا حارس المرمى يتحمل مسؤولية الهدف عنده جزء نجم نجم أكيد يعني 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 أنا في فوس حبراسك يعني مباراة كاملة ما جانيش حاجات يعني اللي تخوفني مع دايذ اللي كفران والحاجة كما هكا سينام حتى دحمان كان في في إجازة منع المباراة حتى التصويبات اللي صارت وكاوليهم بعد ما كانش يعني حاجات يعني كبيرة تقلق من ناحية البار كانوا من ديزويت لديزويت طيب ماشي يعني خطورة كبيرة نفس الشي بالنسبة للفريق نادي الفريق ما قلتك ما قدمش ما يشفعله لا منحية الاندفاء لا منحية الرغبة لا منحية الروح باش يعني يفرض النساق متاع وتفرض النساق متاع يكون فما ضغط عالي يكون ثم من تخريج كورة تحت الضغط يعني تتحمل أشياء هذي الكل وتربح لدوية الكل باش نجم تفرض يعني اللعب متاعك على خصم فوق الميدان هذا بكله ما صارش خلى الكورة هذيك هذيك هي أحكامها جيك في بعض الأحيان هفوة على هفوة وحدة وحيدة يعني خسر معناها تأهل دور المجموعات